اي نعم احسنت هذه ما ساه يعني الان اعداد ربما بالالاف من شباب بن غازي وكهولها سواء كانوا من ضباط الجيش المنتسبية للجيش سابقا او كانوا من الشباب القادرين على رد الظالم وتركوا مدينتهم والان يعني موجودون هما في طرابس وفي غيرهم بعضهم خارج ليبيا ويتفرجون على المشهد ويرون اهلهم وذويهم وحرمات اخوانهم واخواتهم واهلهم يقتلون ويشردون وبيوتهم تحرق وبدعوة تأسيس الجيش والشرطة وهؤلاء الذين ذكرتهم ضباط الجيش هم اعرف الناس بكذب هذه المقولة ان حفتر يعني يتكلم على الجيش والشرطة لانهم يعرفون هم من ابناء الجيش ويعرفون ان حفتر ليس معهم من ابناء الجيش الا حفنة قريبا جدا على ملته من عساكر القذافي وباقي الجيش الشرفاء كلهم اما التحقوا بالثوار واما يعني الان يعيشون في حالة من السلبية ومضوع السلبية هذا امر خطير اريد ان نبه اليه الناس سواء كان من هؤلاء الضباط او من غيرهم السلبية عندما تدعي الحاجة الانسان يكون له موقف ويتكلم بالحق وينصر اهل وينصر دينه الترك والسلبية هذه تعد هي من الركون الى الظالم والدفاع عنه ويعد اليسان عندما لا يفعل شيء وهو متعين عليه ان يفعله يعد كأنه قاتل هكذا يقول اهل العلم ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظروا اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء منع منه ابن السبيل ورجل باع اماما لا يبيعه الا للدنيا فإن اعطاه وفى وإن لم يعطيه لم يوفي زي ما نشاهد الآن والثالث من عرض سلعا وحلف أنه قد اعطي فيها كذا وكذا وهو لم يعطى فهؤلاء الثلاثة لا ينظروا اليهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة الذي يهمنا هو في هذه المناسبة هو الأول الرجل منع فضل مائه ابن السبيل عندما يمنع عنده يكون عندما ويكون إنسان محتاج له عطشان ويمنعه منه قالوا يعد إذا مات هذا الذي منع من الماء يعد صاحب الماء كأنه قاتل له قال القضي عياض لأنه بتعريضه إياه للقتل أشبه قاتله وعلى هذا الحديث بنى الفقهاء قائدة تقول الترك كالفعل يقول المقى رحمه الله والنهي كالفعل في النهي عند المحققين يعني إذا كان إنسان أنهى نفسه أن يفعل شيء في وقت يتعين عليه أن يفعل شيء فهو يعد كأنه فعل إذا رأيت إنسانا بيته يحترق أو إنسان يهجم على إنسان ليقتله في يديه سلاح وأنت قادر على أن تمنعه ولم تمنعه من القتل فأنت كالقاتل لذلك المقتول فتركه كالفعل عندما يكون إنسانا قادر على أن يفعل شيء ويتركه يعد كأنه فعل فعلا عدوانيا على المعتدى عليه وإذا كالناس الذين يعني هم يرسون السلبية سواء كان من ضباط الجيش أو من الشباب القاضيين على أرد الظلم بغي حفتر على أهلهم في بنغازي وكذلك غيرهم من أهل ليبيا لكنهم أولى بذلك لأن الدفاع والمدافع تبدأ بالأدنى فالأدنى فالأدنى حتى تعم كل الجهاد فمن كانت له قدر على أن يرد بغي هذا الظالم وهو يراه يقتل الناس ويدمرهم ويفجر مدينتهم ولا يدافع عنهم فيعدوا كأنه قاتل وإذا كالهم أن يحذروا فهذا حديث في تغليض شديد على من يمارس السلبية في الوقت اللي يجب عليه أن يكون فعالا ينفع أهله وينفع ناسه ويقوم بالحق وينصر الدين ما فائدة النسان يكون له قدرة وسلطان وعنده خبرة وهو الضابط في الجيش ويرى نفسه وأهله والنساء يقتلون وهو يتفرج عليهم ما قيمته ما قيمته في عين الله ما قيمته في عين إخواني ما قيمته في دين الله لابد الناس أن يهبوا ويفزعوا حتى تكون لهم كرامة وينصر أهلهم وينصروا المظلومين هذا واجب شرعي لابد أن يقوموا به ضباط الجيش وكذلك غيرهم من الناس القادرون كلهم عليهم أن يلتحقوا بمعركة بنغازي حتى يردوا حفتر ويعني ينهو هذه المسألة لأن حفتر لا يريد بنغازي وحده وإنما يريد أن يدمير ليبيا بأسرها عسى الله ونعم الوكيد